لغرض إجراء تحليل التضريب التبادلي نستخدم برنامج دايقليل كروس المتاح على الانترنت فنفتح صفحة جوجل ومنها نقوم بلصق الرابط الخاص بالموقع فنحصل على موقع الدايقليل أناليسيز وهي صفحة فعالة ومفيدة لتحليل التضريب التبادلي بالطرق المتاحة لغرافينغ نلاحظ الواجهة للبرنامج ويشرح بها كيفية استخدام هذا الموقع دايقليل أناليسيز وبالطرق الأربع الفرن مثل نقوم لاحظ هذا هو الموقع ليجري من خلال فتح البرنامج البيانات المتاحة لنفرض أن لدينا صفة وزن الصفار نقوم بتضليل البيانات ونسخها ومن ثم الوصول إلى واجهة البرنامج ونقوم بلسق البيانات كما واضح ثم نستخدم المفتاح سبمت حيث تظهر أمامنا الواجهة الموضحة أمانكم دايقليل أناليسيز لغريفينغ أبرواتس ولدينا المربعات الواضحة التي تحدد عدد الآباء المستخدمة في التضريب وهنا لدينا ثلاثة عدد المكررات المستخدمة لدينا عشرة مكررات وعدد الصفات التي تم إدخالها لدينا الصفة واحدة اللي هي وزن الصفار والخيارات أمامنا Fixed Effect أو Random Effect ولدينا الطرق الأربعة التي تتيح الحصول على تأثيرات الأباء الجيل الأول والتضريب التبادلي أو الطريقة الثانية التي تتيح لنا تأثير الآباء والجيل الأول بدون التضريب التبادلي بينما الطريقة الثالثة تتيح لنا الجيل الأول والتضريب التبادلي دون الحصول على تأثير الآباء أما الطريقة الرابعة فهي تتيح لنا تأثير الجيل الأول دون تأثير الآباء أو التضريب التبادلي الآن نحن قمنا باختيار الطريقة الأولى التي هي التضريب التبادلي الكامل وبالتأثير الثابت Fixed Effect Analyze نلاحظ الحصول على النتيجة الواضحة أمامنا واللاحظ هنا Specific Compiling Ability والتضريبات للParents 1, 2, 3 وبالتخصيص الواضح وأيضا Standard Era of Estimation بالإمكان عن طريق البرينتر Control-P واللاحظ هنا بالإمكان خزن هذه النتيجة باستخدام الPDF ومن ثم نقوم بتخصيصها في Desktop أو أي مكان آخر ولنخصصها بأنها Fixed الآن بالإمكان العودة لإجراء التضريب وفق التأثيرات العشوائية وفي هذه الحالة نقوم بالتخصيص أيضا 10 Replication ومن ثم نحدد Random Effect ونطلب Analyze نلاحظ هنا التحليل للتضريب التبادل يأخذ الطريقة العشوائية واللاحظ هنا الستimation of various components الستimation للسigma G و S ورسبروكل واللاحظ هنا السورس of variation لجنال combining capability and specific combining capability and رسبروكل ترجمة نانسي قنقر